سلام بنات كنتمنى احوالكم تكون على خير اليوم جيتكم فيديو جديد الفيديو دي اليوم غنحضر معكم تحلية عائلية بمضاق الفاني اللي كتجي رائعة وسهلة في التحضير وكذلك مكوناتها اقتصادية من قبل ما نبدأ وكما العادة كنتمنى تضغطو على زي الشراك وما تبخروش عليها بلايك ديالكم غنضوزوا المكونات في تحضير هالتحلية على بركتي الله عندي هنا لطر ونصف حليب ثلاثة العلب الياغورت ثلاثة ساشي فلون ثلاثة السكر ساندة ثلاثة المعرق مملوئين جيدا اول حاجة نضيف كاسرول ثم نوضع فيها الحليب بالنسبة للمقادر ممكن تستعملوا النسب مقادر يبقى لكم اختيار نضيف كذلك العلبة الثانية ثلاثة ثلاثة السكر كمسر الجهر تضيف السكر سندة بالنسبة للسكر سندة استعملت ستل مع القبار مملوئ جيدا لان عند الفلون لا يوجد السكر الان استعملت فلون اللي في السكر فتكتفي فقط بالسكر اللي في الفلون فهذه الأثناء نضيف ستل مع القبار مملوئ جيدا لان الشا من بعد ما اضفت كذلك البودرة دي النشا كندخلها مع العناصر جيدا باش ما تبقىش لديك تكتولات او الحبيبات ديالها فهاد الاثناء كنوضعها فوق النار بالنسبة النار دي كتكون توسطة كمقام مرقبها كما كتشوفو هنا لبدات كتتعقاد ليها من بعد ما كتبقى تغلب هات الشكل كما كتشوفو لقاوم ديالها شوية كيعقاد ولكن كتبقى خفيفة كنتفع لها من بعد كنزولة ثم كنضيف لها اياغورت بنكة الفاني عندي هنا ثلاثة ديال العولب من بعد ما كنضيفهم كذلك كندخلهم مع التحلية ديالي جيدا حتى كتمازجوا العناصر مع بعض ديالهم كما كتشوفو بهات الشكل كما كتشوفو هنا من بعد ما ضفت ياغورت هنا التحلية يرى ابدات كتعقاد كما كتشوفو الشكل ديالها خاص تكون بهذا القوام ثم من بعد كنجيب المول اللي غنوضع فيه التحلية ديالي كما كتشوفو دهنتم مسبقا بالزبدة باش ما تلص ساقش لي التحلية فيه بالنسبة للمول كيف قال لكم اختيار اي مول عندكم تستعملوا فيه التحلية ديالكم ثم كنفرغ التحلية كما كتشوفو القوام ديالها عن قرب في هاد الاثناء خليتها فوق سطح العمل مدة خمسة دقيق حتى دفات واحد شوية ثم من بعد غطيتها بلاستيك الغذائي جيدا ثم دخلت التلاجة خليتها بالضبط مدة خمسة دسوية حتى بردت تحلية جيدا من بعد ما بردت خرجتها من التلاجة ثم زولت عليها بلاستيك الغذائي ثم جبت واحد السكين كما كتشوفو هنا وكندوزو على الجوانب ديال التحلية هنا باش يسهل عليها نزولها من المول من بعد ما قلبتها في صحن ديال التقديم كما كتشوفو هنا غم بدافت مرحلة الزيل اللي كتبقى اختيارية ممكن تخليوها بهذا الشكل انا فقط غنزينها بالموز كما كتشوفو اللي كان وضعه في الجوانب ديال الصحن كذلك جيدة السوس ديال الكراميل اللي كذلك وزعتها على البانان او الموز وكذلك على التحلية من فوق ثم كيبقى هذا هو شكلها كما كتشوفو اللي يزينتها كذلك بالكريم شونتي اللي عملته على شكل وريدات وكذلك بقليل من اللوز المهرمش والمحمر اللي وضعته من فوق وكذلك فوق الكريم شونتي وكذلك فوق الموز وكذلك وضعته حد كمية ديال العنب من الوسط بالنسبة للزين كيمقاي لكم الاختيار انا فقط شاركت معكم الطريقة ذي لتحضير ديالها فهذا الاثناء انقطع معكم قطعة من بعد ما قطعتها هنا بالليل كيمما كتشوفو الشكل ديالها كتشوي رائعة بدك السوس اللي وضعه فيها كذلك تزيل اللي وضعت فيها اللوز كذلك كما كتشوفو الموز او البانان اللي وضعها في الجوانب ديال الصحن كما كتشوفو هنا من بعد ما قطعتها بالملعzig الشكل دياله ركي جي رائع اما الماداق ركي جي اكتر من هائل وكنتمنى فعلا نجربوها لان مكونات اقتصادية وكذلك سريعة ممكن نحضروها الوليدات ديالنا وكذلك حصل الضيف ديالنا علش الله وكذلك ممكن نرافقوها كذلك مع اطباق ديال ديسير اللي كتعطيهم واحد شكل راقي ورائع كنتمنى تجربوها وترضو عليها في التعليقات وشكرا مع السلامة إلى فيديو آخر